بحضراتكم برحب بك مرة تانية أهاب معنا موجود في المحترف عايزين نتكلم على الكرة الأسبانية والدوري الأسباني ولو جبناك خلاص سيرة أسبانيا بقى على طول هنروح لبرشلونة ما فيش شكل جافي والإدارة الفنية لبرشلونة مسؤولية كبيرة وأعتقد أن يعني هتكون الأمور مستهلة استنادي على برشلونة ولا أنت شايف ممكن عودة برشلونة بشكل أو باخر للمنافسة على اللقب على الآلية المهمة صعبة صعبة جدا طبعا على تشايفي مع برشلونة ولكن هو من أول يوم لتصرحاته رفع رأي التحدي الراجل قال بس هو كان واقعي يا كابتن يعني بعد ما تولى التقديم المؤتمر في صحف التقديمه من يومين قال إن إحنا لازلنا في سباق الدوري أي نعم ولكن ما قالش إن أنا هننفس على اللقب إنما اللي أتكلم عليهم بشكل صريح قال إحنا في جاس الملك فرصنا كبيرة وفي دورة أبطال أوروبا رغم الهزيمة في أول مباراتين قدر برشلونة يكسب دينا مكيف زهابا وقيابا زي ما شفنا بواحد صفر برضو فرصه قايمة في دورة أبطال أوروبا هو أتكلم على البطولتين دول تحديدا تشايفي مدرب يا كابتن يملك القدرة على تغيير برشلونة اللي كنا مستنينه للفترة الفاتت ليه يملك القدرة على تغيير برشلونة؟ تشايفي يملك زي ما نقول جينات برشلونة جينات البطولة جينات البارسة ليكبول جماهير كبير جدا لدى جماهير برشلونة ليكبول في الشرع الكتالوني أحد الرموز لما يقبل لها برامزة يا كابتن بتفرق أو مع الفرقة بتفرق مع جمهور زي ما شفنا بالزبط في تجربة لامبرد مع تشلسي تجربة ما كانتش نكحة وغيروه في النهاء بتهم استخيل ولكن مش شفناش أي انتقاد من الجماهير للمبرد ما صارتش عليه عنده رصيد ياه عنده رصيد ده اللي أنا بتكلم على يا كابتن ده الرصيد اللي هي العموية تشافي تشافي عنده رصيد كبير جدا لليبلك يا عملية إصلاح كاملة انت عارب برشلونة أكيد على مستوى انت بتتكلم على مستوىات كبيرة جدا بتتكلم على مستوى الملعب أكيد محتاج لعيبة أكيد انتتكلمت على نقطة مهمة جدا عندهم لعيبة وعدة ولكن محتاجة وقت طويل بتتكلم على إصلاحات على مستوى الفينانس على مستوى الفلوس كمان ده تحديات أعتقد حتواجه تشافي .. مثل ما يمكنه تقولro det", بالمنقذ الحali للفريق برشلونة بالzabot يا كابت.. مثل ما ا mama tell you know? برشلونة أول شيء عملها تشافي.. سنرى تدريب الفريق الثاني وضم 7 لعيبة منه للفريق الأول خدد عث 26 سبب عيبة من راديف برشلونة 不怎麼 instead of loading بعل IX$ وضمه للفريق الأول معناها أن تشافي عرف الوضع وقعد أكيد مع لابورطة وعرف كل حاجة أن فلوس نشتري لعيبة مفيش بس ده كومن برضو أم بي يعني كومن قدم لنا لنماذج قدم لجومن قدم لنا ولاد عندهم 17 و18 سنة فأعتقد دي مدرسة برشلونة أن هما دايما بيخرجوا من مدرساتهم والأكاديمي لكن أنت مش شايف أن هما محتاجين يعني محتاجين لعيبة عندها خبرات بجانب اللعيبة للشباب اللي عندهم تالنت محتاجين على الأل زي ما بقول لك رأس حربك يعني مش هيقدروا مش هيقدروا مش هيقدروا فلوس فيه أزمة كبيرة جدا في برشلونة على الصعيد المادي مش هيقدروا بلاكس ده هما فيه لعيبة بيفكروا يعني لوك دي يونج يجابوه بداية الموسم من رأس الحربة الهوندي بيفكروا يستغنوا عنه في المركات والشتوى حاليا ماشي هو دلوقتي اللي هيعمله كل اللي هيعمله شافي أنه هيحاول يلعب على عناصر اللي عنده عنده عناصر مميزة جدا عنده عناصر عايز رجحها يعني هو بيأمل زي ما تكلم أنه عثمان ديمبلي ده كان جمي كبير جدا عايز يلدد معاه وأنه هو يرجع يعني هو عايز ويرجع أنه لعيب قال ده لعيب يؤثر معايا أن صفاتي قال لو الإصابات دي ما بتلحقوش هاتب فرقة كوما نقدم له اتنين تلاتة لعيبة دلوقتي هم وليوس إنريكي نفسه بيعتمد عليهم جافي وبيدري واللعيبة دي دي لعيبة مستوها متميز جدا أنا كابتل كنا بنتكلم عنهم جافي أبدع في ماتشاط منتخب أسبانيا زي ما شفنا فعنده عنده العناصر اللي هيمز شافي يا كابتل زي ما كنا بنتكلم فيها دلوقتي هي حتة القبول وحتة التغيير العقلية يعني هو حتى من أول يوم رجع فيه ومسك عمل اجتماع مع اللعيبة اتكلم فيه اتكلم في ماتش سلتفيجو اللي هنتكلم عليه حاليا تقدله تلاتة تلاتة كان ليه توبيخ لللعيبة العادة